والدرة والآن مع الأخ الحافظ عبد الله آدم عثمان سكوايا من جمهورية نيجيريا ويتقدم بفرع حفظ القرآن الكريم كاملا بالقراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة السؤال الأول اقرأ بروية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين انطلاق جديد وحلة الكرامة وهذه المرة من نيجيريا باسمكم نرحب بضيفنا عبد الله آدم عثمان السكوي نعم السكوي حياك الله يا شيخ عبد الله ونحمد الله على سلامتك الحمد لله شكرا جزاكم الله خيرا كيف كانت المسابقة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فإن جائزة الكويت الدولية كانت مسابقة لا مثيل لها مسابقة جميلة بكل معاني الجمال مسابقة بديعة فيها أشياء سنبقى نذكرها الحمد لله ولن ننساها أبدا الله أكبر فجزاكم الله خير الجزاء وجزاء صاحب السمو أمير البلاد خير الجزاء الله أمير على ذلك وأهل القرآن فلبتها المعانين بابها وصرت بها ماسا وعفا مسلسلة وفي يسرها التيسرهم تختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملة وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا وسميتها حرز الأماني تيمنا ووجهتها فهنه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسبيع قولا ومفعلا عليك إليك يدي منك الأيالي تمدها أجرني فلا أجري بجور فأخطل أمين وأمنا للأمين بسرها وإن عثرت فهو الأمون تحملا أقول لحر والمروءة مرءها لإخوته المرآة ذنون مكحلا أخي أيها المجتاز نرمي ببابه ينادى عليه كاسد السوق أجملا وغن به خيرا وسامح نسيجه بالغضاء والحسنى وإن كان هلهلا وسلم لإحدى الحسنيين إصابة ونخرج تهاد رام صوبا فأمحلا وإن كان صرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقولا وقل صادقا لو لا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقلا وعش سالما صدرا وعن غيبة فغب تحضر حضار القدس أنقام غسلا وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلا ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهبطلا ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمال تمشي سبهللا لنفس من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عميل حين أصبح مخضلا فطوبى له والشوق يبعث همه وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا يرى نفسه بالذنب أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألى وقد قيل كنك الكلب يقصيه أهله وما يأتر في نصحهم متبذلا لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هولا ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فينحلا وبالله حولي واعتصامي وقوتي وما لي إلا سطره متجللا فيا رب أنت الله حسبي وعدتي عليك اعتمادي ضالعا متوكلا باب الاستعاذة إذا ما أردت الدهرة قرأ فاستعف جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحر بحضرتك هنا في قناة الفتح ونسعد بيك ونتمنى لك التطبيق إن شاء الله فضيلة شيخ عبد الله آدم عثمان فضيلة شيخ عبد الله كم تبلغ من العمر؟ خمسة وعشرون إن شاء الله في الدراسة حاليا في أي فرقة من الفرقة؟ في الفرقة الرابعة كلية التربية قسم الدراسات الإسلامية نعم في أي عام ختمت القرآن الكريم؟ ختمت القرآن والحمد لله عندما بلغت من العمري تسعة عشر نعم هل خطة مسابقات في القرآن الكريم من قبل؟ الحمد لله كان لي شرف بأن يعني كنت ممثل نيجيريا في مسابقات كثيرة منها مسابقة مالك فهد في السعودية نعم في 2011 نعم ما شاء الله إذن أنت قرآني دولي ما شاء الله من تحب من القراء الكبار؟ الحمد لله أحب من القراء الكبار كثر وخاصة قراء مصر نعم وعلى رأسهم الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله رحمه الله والشيخ محمد الميشاوي نعم والشيخ السعودي شيخ محمد أيوب نعم كزاك الله خيرا ومشايخ آخرون طيب من المشايخ الذي يحب عبد الله آدم أن يستمع إليهم وقت خلوته ومراجعته من قراء العالم الإسلامي؟ أفضل قارئ أود سماع صوته هو شيخ القراء شيخ محمود خليل الحصري رحمه الله ثم الشيخ الميشاوي ثم الشيخ محمد أيوب هؤلاء الثلاثة أحب قراءتهم كثيرا والآخرون أيضا أحب قراءتهم لكن ليس كمثل هؤلاء الثلاثة ماشاونا الله بارك سبحان الله أغلب القراء الذين نستضيفهم دائما مع الشيخ محمد خليل الحصري فقد كتب الله عز وجل هذا الرجل قبولا عظيما وانتشارا رهيبا على مستوى العالم الإسلامي وكان له سبحان الله يعني في كل من نستضيف دائما الشيخ الحصري حاضرا معنا رحمه الله عز وجل وغفر له وجعله في أعلى عليين يا رب يا رب رحم الله الإنسان العادي أن يتقنها كيف استطعت أن تضبط القراءات بفضل الله وتوفيقه بدأت تعلم علم القراءات في مصر ماشاونا دولتي الثانية أعتبرها الثانية دولتي الثانية بما تلقيت فيها من علم والله أحب مصر كثيرا خلف لتجمله وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهله مصر كثيرا على يد الشيخ محمد عبد المؤمن الحاج علي من محافظة القليوبية و فضيلة الشيخ محمد عبد المؤمن الحاج علي من محافظة القليوبية وقال ابن غلبون بياء تبدل ووالاه في بئر وفي بئس ورشهم وفي الذئب ورش والكسائي فأبدل وفي لؤلئ في العرف والنكر شعبات ويألدكم الدول والإبذان يجتله وورش لألا والنسيء بيائه وأدغم فيياء النسيء فثقله وإبذال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهلا قليوبية و حدث شيء عجيب عند بداية للكراءات كان هناك أخ لي كان ينصحني أن ألتحق ب إحدى المراكز في مصر لتعلم علم الكراءات فأرغب في ذلك لكن رغبتي ليست كبيرة في البداية تحتاج دفنة أي وكنت أريد فقط أن أحصل على إجازة ولو في رواية واحدة فعندما التحقت بالمركز الدكتور مع سراوي وتم اختيار الشيخ محمد عبد المؤمن ليكون شيخا لي وهذا أعتبره اختيار من الله تعالى لا أن تنبل وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وصير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجمولا وحيث الفتى يرتع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هناك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلة فيا أيها القانبه متمسكا مجلا له في كل حال مبدلا هنيئا مريئا والدك عليهما ملابس أنوار من التاج والحل فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملاء أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلة عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا فمنهم بذور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملة لها شوب عنها استنارت فنورت سواد الدجا حتى تفرق وانجلا وسوف ترهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا تخيرهم نقاد كل بارع وليس على قرآنه متأكلا فأما الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله الذي وحده على ومجده واسأل عونه وتوسلا وصل على خير الأنام محمد وسلم آل والصحاب ومن تله وبعد فخذ نظمي حروف ثلاثة تتم بها العشر القراءات وانقله كما هو في تحبير تيسير سبعها فأسأل ربي أن يمن فتكمله أبو جعفر عنه بن وردان ناقل كذا كابن جماز سليمان ذو العلا ويعقوب قل عنه رويس وروحهم وإسحاق مع إدريس عن خلف تلى لثان أبو عمر ولول نافع وثالثهم مع أصله قد تأصلا ورمزهم ثم الرواة كأصلهم فإن خالف أذكر وإلا فأهمله وإن كلمة أطلقت فالشهر تعتمد كذلك تعريفا وتنكيرا استدلا وفي فصلة حرف وبالخلف سهله وآئمة بالخلف قد مد وحده وسهل سمى وصفا وفي النحو أبدلا ومدك قبل الضم نبى حبيبه بخلفهما برا وجاء ليفصلا وفي آل عمران رووا لهشامهم كحفص وفي الباقي كقالون واعتلا باب الهمزتين من كلمتين واسقطلوا لا في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين أبره اختيار من الله تعالى وفقك الله لهذا الشيخ المباعر نعم فالشيخ والله تعب كثيرا لكي أتعلم القراءات هو السبب في حرصي على التعلم هذا العلم فجزاه الله عني خير الجزاء وإن كلمة حرفان فيها تقارب فإدغامه للطاف في الكاف مجتلة وهذا إذا ما قبله متحقق صح من كلمتين في كلمتين ومن كلمتين ومن كلمتين باب إدغام الحرفان المتقاربين في كلمة ومن كلمتين لماذا ومن من كلمتين أو من كلمتين يعني حال اجتماعي ما في كلمة وكون كل واحد منهما في الكلمة أما في كلمة ماشي وصح كما في كلمتين لا إدغام يكون في كلمتين حال أن إدغام يكون في كلمة واحدة وإن كلمة الحرفان فيها تقارب فإدغامه للقاف في الكاف مجتلة وهذا إذا ما قبله متحقق مبين وبعد الكاف ميم تخلل كيرزوقكم واثقكم وخلقكم وميثاقكم أظهر ونرزوق كنجا وإدغام في التحرم طلقكم نقول الحق وبالتأنيث والجمع أثقلا ومهما يكون كلمتين فمدغم فمن هنا بدأت القراءة وكم أخذ وفي ذي المعارد تعرج الجيم مدغم ومن قبل أخرى الشطأه قد تثقلا وعند سبيل شيم ذي العرش مدغم وطاد لبعض شأنهم مدغما تلا وفي زودت سين النفوس ومدغم له رأس شيبا باختلاف توصل ولدالك المنتره سهل ذكى شذا وفا ثم زب ينصدقه ظاهر جلا ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف برد بدأت القراءة وكم أخذت معاك من الفترة سنة سنتين أقل أكثر لا أربع سنوات الله يبارك فترة وجودي في مصر من سنة 2012 إلى 2016 الله يبارك حتى أتقنت بعد ذلك الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله يبارك تمت هذه الختمة المباركة في يوم الأحد الموافق ألف وأربعمائة سبع وثلاثين هجريا وموافق 11 من شهر يوليو 2016 إنساء الله أن يتقبل منها وأن يجعلها نافعة لنا وللمسلمين جميعا إن شاء الله والسلام عليكم أخوكم عبد الله آدم عثمان السكرة أخوكم عشوه عاديا ضبحا فالمونيات قبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا السوس وخلف خلات نعم وخلالون بالخلف فالملقية فالمغيرات في ذكرا وصبحا فحسيا نعم فأثرنا لكن خلال من إشباع لذلك أتتوا بالإشباع فأثرنا به نقعا فوسطنا له جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد لحب الخير لشديد وفي الله راهم وهي في راهم إذن فتح بعد المسكن إذن فتح بعد المسكن منزلس وقال نعم إذن فتح بعد المسكن أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصر ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ إلا خبير إن ربهم بهم يومئذ إلا خبير لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم من القارعه 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 وَمَا أَدْرَيْكَ مَا أَدْرِيْكَ مَا أَدْرِيْكَ مَا الْقَارِعَةَ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتقول الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية راضيه فهو في عيشة الراضية من نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس برب الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس في صدور الناس من الجنة والناس 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 الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الضرمات والنور الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ولو الحمد في الآخرة الحمد لله الذي أنزل على عبره الكتاب ولم يجعل لهم عباجا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهبنا وارزقنا تلاوته آنا الليل وأطراف النار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعل خرجة لنا يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سطرا وحجابا وإلى الخيرات قليا دليلا وإماما اللهم ألبسنا به الأولى وأسكنا به الغلال وارفعنا به أعلى الدرجات في الحياة وبعد الممال اللهم اجعل كل أعمالنا صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لغيرك فيها شيئا اللهم تقبل منا اليسير واعفو عنا الكثير اللهم تقبل منا اليسير واعفو عنا الكثير اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما أنت بي أعلم إنك أنت الأعزل الأكرم اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا عالم الخفيات يا عالم الخفيات اغفر وارحم وتجاوز عما أنت بي أعلم اغفر ورحم وتجاوز عما أنت بي أعلم تقبل منا اقبل منا واعفو عنا اغفر ذلاتنا وتقصيرنا واجب كسرنا يا أرحم الراحمين اقبل منا يا رب العالمين تقبل منا وانفع بنا وانفعنا تقبل منا وانفع بنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين يا جوان يا كريم يا حليم يا عظيم يا رحمن يا رحيم بأسمائك الأسنى نذرور ونتذلل إليك ونرجو أن تقبل منا تلاوتنا للقرآن أن تقبل منا أن تقبل منا تعلمنا ومدارستنا في القرآن تجاوز عن تقصيرنا تجاوز عن أجلنا بنفسنا اغفر لنا ذلاتنا يا أرحم الراحمين اغفر ذلاتنا يا أرحم الراحمين اجعلنا ممن صدق فيهم قول نبيك ومصطفاك خيركم من تعلم القرآن وعلمه اجعلنا ممن تعلم القرآن وعلمه اتغاء مرضاتك اتغاء مرضاتك ورفع لرايتك وعزا لدينك اللهم تقبل منا وانسرنا على أعدائنا وارحمنا إذا مامتنا وخوصدنا ونوقشنا اللهم إن تعفوه الكريم تحب العرف وفعف عنا أم اللهم في هذه الساعة مباركة الطائرة قردنا إليه وتقبل منا وغير جميع أحوالنا إلى خير حال وارتقنا ساعة في الدنيا والآخرة وقبولا وسطرا في الدنيا والآخرة وبارك لنا في زوجاتنا وأهلونا وذرياتنا واجعل من أهلنا انتدادا لنا اجعل من ذرياتنا انتدادا لنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذابا يا رب وقنا عذابا يا رب وقنا عذابا يا رب وصل اللهم وصلهم وذلك عزيزي وحفظ العالمين وصحبه 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 وقنا عذابا يا رب وقنا عذابا يا رب وقنا عذابا يا رب وحفظ عذابا يكونوا اغلا وعنا وخيرين يا شب السؤال الخامس اقرأ برواية رويس عي عقوب من قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم التحطير لجائزة الكويت بدأ معي منذ شهرين فقط تقريبا لم أسمع عن الجائزة إلا من شهرين أخبروني بها وأني سأكون ممثلا لنيجيريا فمن ذاك الوقت بدأ الاستعداد بدأ كنت شبه معتكف في البيت لا أخرج لا أفعل شيء كم كنت تقرأ باليوم؟ كم جزء تراجع؟ والله في كل يوم أراجع نصف القرآن خمسة عشر جزءا نعم الحمد لله الله يبارك وبالنسبة للمنظومات كنت أراجعها دائما هي تحتاج إلى المراجعة كثيرا فهي دائما معي الله يبارك لعلها نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالنا ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفرن منكم ويذعون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم ثم لا يؤذن للذين كفروا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون حسبك بارك الله فيك السؤال الرابع اقرأ برواية البزي عن ابن كثير من قوله تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء هم ضلوا السبيل فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا من كثيرهم وفيهم هانا معه حفص أخول وسك يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافي ونؤته منها فاعتبر صافي أنحل وعنهم وعن حفص فألقه ويتقه حما يصف وهو قوم بخلف وأنهل وقل بسكون القاف والقصر حفصهم ويأتيه لدى طهام الإسكان يجتلى وإسكان يرضاه وفي كل قصر الهائبان نسانه بخلف وفي طهام وجهين بجلا وإسكان يرضاه يمنه لبس طيب بخلفه مع القصر فاذكره نوفلا له الرحب والزلزال خيرا يره بها وشرا يره حرفيه سك ليسهلا باب المد والقصر وعنفر أرجئه بالهمز ساكنا وفي الهائض ضم اللف دعواه حر ملا وأسكن نصيرا فازا واكسر لغيرهم وصلها جواجا دون ريب لتوصل باب المد والقصر إذا ألف أوياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم اللق الهمزة طويلة السيدات في الدنيا والآخرة آمن وإياكم يا شيخ كذلك نسأل شيخنا عن أبرز قراء نيجيريا من هو المتمكن أو المتمكنين في نيجيريا بالضبط القراءات والإقراء سواء عن حفص أو غيره يوجد كثير لكن أذكر منهم الشيخ الغني طاهر إدريس من ميدقوري هذا ملم بالقراءة مجمع قراءة كلها وكان قد شارك في لجنة التحكيم في هذه الجائزة السنة الماضية أيوة تقريبا قبل الماضي وهناك الشيخ الغني أيضا صادق صديق هذا أيضا ممتاز والشيخ محمد ثاني جوس ومشيخ آخر الشيخ سعيد أقرأ سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا 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 قل ما أسألكم عليه من أجر قل ما أسألكم عليه من أجر قل ما أسألكم عليه من أجر من أجر من أجر قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه تبيلا إلا من شاء أن يتخذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهام ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل قد أنجيتكم من عدوكم وواعدتكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوين كلوا من قيبات ما رزقتكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوي وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدت وما أحسلك عن قومك يا موسي الله أكبر قال هم الأولاء على أسري وعدلت إليك رب موسيقى والله أنا كان لي مشاركة من قبل في مسابقة ملك فهد في السعودية أي رحمه الله قديمة هذه أيها قديمة أنا شاركته منذ سبع سنين الله يبالك و قل هل من مشركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنّا إن الظن لا يؤني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفتغى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أغرج قومك من الظلمات إلى النور أن أغرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم إذ أنجاكم من آل فتعون ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله فإن الله لغني حميد ألم يفتكم نبأ الذين من قبلكم قوم موحي وعاد وثمود أولئك متبع ما هم فيه وباطل ما كانوا يحملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فدعون يسومون كم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال وقال موسى لأخيه هارون اغلقني في قومي وأصلح وأصلح ولا تتبع سبيل المستدين ولما جاء موسى لميقات نا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وضر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك كتبت إليك وأنا أول المؤمنين سبحانه 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 أعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم إحلموا أن الله شديد الإقاب وأن الله رسول رحيم ما على الرسول إلا البلار والله والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُوا الْقُرْحَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَ اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قد سألها قوم يوماً قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا وصيلة ولا حان ولا كلا الذين كفروا أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هو الخالق يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي الذي أنعمت عليهم وأني فضلتم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل إنها عدن ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصروا وإذ ابجل إبراهيم ربه بكلمات فأتتمهم قال إني تاعمك للناس إماما قال وينذري يجي قال لك أعوذ بالله للشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفروا الله واستغفر له الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكيوك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والسهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله علينا يا أيها الذين فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا والآن أشارك في جائزة الكويت فالله التقييم صراحة أرى أن هذه المسابقة هي أفضل مسابقة شاركت فيها وليس هذا مجاملة ولا شيء فهناك أدلة كثيرة تدل على ذلك منها أن هذه المسابقة تحتوي على فروع ليست موجودة في أي مسابقة كفرع الذي شاركت فرع الكراءات وقال يا أبت هذا تاوير يا يمن قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم قما في الحرز في الداعي والتقوني تسألني تؤتوني كذخ شوني معولة وأشركتمون البادي تخزوني قد هداني واتبعوني ثم كيدوني وصلة دعاني وخافوني وقد زاد فاتحا يردني بحاليه وتتبعا ألا تلاقي التناديب عباد التقوط ما دعائت لوحذف مع تمدونني فلا وآتاني نمل يسر وصل وتمت الأصول بعون الله درا مفصلا باب فرش الحروف سورة البقرة العشر فهذا فرع والله ممتاز يحفزنا على تلقي هذا العلم الجليل الذي هجره كثير من الناس حتى الحفظة المتقنون كثير منهم لا يعتنون بهذا العلم بعضهم يقولون إنه علم صعب وبعضهم يحتجون بحجة كثيرة يعني اللهم لك نعم من اجتهد فسيجده سهلا إن شاء الله إذا تكلبنا شيخ عبد الله إذا سجى إذا سجى ما ودعك ربك وما طلى وما طلى وما طلى وللآخرة صير لك من الأولى من الأولى من الأولى من الأولى من الأولى وللآخرة صير لك من الأولى وللآخرة صير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فجوضى سجى منه سجى منه سجى منه وشده فترضى فترضى نسوة 11 إذا كان للأخرى فسمح لنحلى ولم رتل واعكس أول القص هو وهي من له وثمه وسكنا أد وحملا فحرك وأي نظم ملائكة سجد أزل فشالا خوف بالفتح حولا وعدنت لبار باب يأمر أتم حم أسارا فدا خف الأماني مسجلا ألا يعبد خاطب فشا يعملون قلنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قلن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين سورة آل عمران يرون خطابا حز وفز يقتلوا تقية مع وضعت حم وإن افتح انفله يبشر كل انفد قل الطائر اتلو طائرا حز نوف الياط وافتح لما فلا ويأمركم فانصب وقل يرجعون حم وحج كسرا وقرأ يضركم ألا وقاتل من تضمم جميعا نعم الثاني الثاني الشيخ عبد الله آدم عثمان يا شيخ عبد الله نعم يا شيخ الله صلى رسول الله رسول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤثرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وترشى وجوهه النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب حسب اكتزاك الله خير خضر بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنعام ويصرف فسمى نحشر لي نقول مع سبأ لم يكن وانصب نكذب والولى حوار فعي كن النفد يعقل وتحت خاطب كياسين القصص يوسف حلى فتحنا وتحت شدد ألاطب والانبيا مع قتربة حزئذ ويكذب الصلة وحز فتح إنه معف إنه وفائز توفته واستهوت وينجي فثقله بثان أتى والخف في الكل حز وتح تصاد يرا والرفع آزر حصلا هنا درجات النون يجعل وبعد خاء طبا درست وضم عدوا حلا حلا وطب مستقر افتح وكسر النه ويو منوفد وحبر سم حر مفصلا وحز كلمة ولياء نحشرهم يد يكون يكن أنث وميتة ننجلة برفع معا عنه وذكر يكون فز وخف وأن حفظ وقل فرق فلا وعشر فنو وارفع مثالها حلا كذا ضعف وانصب قبله نو نمطلا سورة الأعراف والأنفال السؤال الثاني اقرأ برواية السوسية عن أبي عمر من قوله تعالى قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن وإن كنا لفاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبيات بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونَ قَالُوا تَالَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ تَنْزَ فَاتِحًا تَبَيَّنَتِ الضَّمَّانِ وَالْكَسْرُ طُوِّلَةً كَذَا إِنْ تَوَلَّيْتُمْ وَفُوقُ مَسْكَنِكْ سِرًا نُجَازِكْ سِرًا بِالنُّنِ بَعْدُ صِبًا حَلًا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ بَاعَدَ رَبُّنَ افْتَحِرُ فَعْؤُذٍ فُزِّعْ يُسَمِّيْ حِمَنْ كِلَ وَفِي الْغُرْفَةِ جِمَعْ فُزْ تَنَاؤُشْ وَوْحُمْ وَغَيْرُ خِفِضًا تَذْهَبْ فَضُمَّكْ سِرًا أَلَى لَهُ نَفْسُ كَنْصِبْ يُنْقَصُفْ الشيخ سليمان الشيخ سليمان الثاني الشيخ عبد الله آدم نعم يا شيخ عبد الله ورد عنده يعني في القرآن وما خلقنا السماوات والأرض بالجمع وما خلقنا السماء والأرض أرجو أن تأتي بما ورد في القرآن سريعا كده نبدأ بالجمع ورد قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض في سورة الدخال ماشي بس هذا آخر موضع أو قبل الأخير يعني وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين طيب اهتي بالموضع الثاني أو الموضع آخر يعني الذي أتى بالجمع آه بالجمع وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتيه أي سور سورة الحجر مولانا لأن الوقت يفاهمنا من الجائز يعني أن يكمل المتسابق الذي يليه في نفس السؤال أيضا طيب جزاك الله خير نحن أمامنا بقاء الشيخ سليمان يكمل لنا وبالنون سماح يبشر في حما ويرسل يوحين صب ألا عند حولا وجئناكم سقفا كبصر إذا وحز كحفص نقيض يا وأسورة حلا وأسورة حلا وفي سلوفا فتحان ضم يصد فوق ويلقوا كسال الطول بالفتح أصلا وطيب يرجعون النصف في قيله فشا وتغلي فذكر طل وضم اعتل حلا وبالكسر إذ آيات نكسر معا حما وبالرفع فوز خاطبا يؤمن طلا لنجزي بيا جهل ألا كل ثانيا بنصب حوى والساعة الرفع فصلا ومن سورة الأحقاف إلى سورة الرحمن وحز فصله كرها ترى والولاك عاصم تقطع أمنسكني ليا أحلل ونبلوك ذا طب يؤمن وثلاث خاطبا حز إنه هو العليم الحكيم حسبك بارك الله فيك السؤال الثالث اقرأ برواية خلف عن حمزة بالسكت على الساكن المفصود من قوله تعالى وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء إن وهو كل على موليه وهو كل على موليه أينما يوجهه لا يأتي بصير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على ضراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون إمهاتكم لا تعلمون شيء أو وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون حضون فامدد إذ يعذب يوثقف تحن فك إطعام كحفص حلا حلا وقل لبدا معه البرية شددد ومطلع فكسر فز وجمع ثقلا ألا يعلل لا فتل معه إلافهم وكف أن سكون الفائح حصن تكملا وتم نظام الدرة حسب بعدها وعام أضى حجي فأحسن تفألا غريبة أوطان بنجد نظمتها وعظم اشتغال البال واف وكيف لا صددت عن البيت الحرام وزوريا مقام الشريف المصطفى أشرف الملى وطوقني الأعراب بالليل غفلة فما تركوا شيئا وكدت لأقتلا فأدركني اللطف الخفي وردني عنيزة حتى جاءني من تكفلا بحملي وإيصالي لطيبة آمنا فيا رب بلغني مرادي وسهلا ومن بجمع الشمل واغفر جنوبنا وصل على خير الأنام ومن تلاه تم بحمد الله ألم يأمل الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا تكونوا ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضعف لهم يضعف لهم ولهم أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنين والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم حسبك بارك الله فيك أيقولون الله فقل أفلا تتقون السؤال الثالث اقرأ من قول الله تعالى ألم تتقون الأعيات لشفة عليكم وظنتم بها تتقون بلا نهاية السؤال رواية القلب عن الحمزة والتتقون على المخصوص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تكن آياتي تتلي عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتقدتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون بما أن أبي جزاه الله عني خير الجزاء كان مهتما بالقرآن الكريم وكان يحب من أبنائه أن يحفظ القرآن وقد تحقق ذلك والحمد لله فكان يعني يحرص على أن يلحقنا بمدارس القرآن منذ الصغر منذ أن يعني بدأ الطالب أو الطفل يعرف كيف يتكلم وكيف يعني يخاطب الناس يلحقه بالكتابة هذه كما قلت لك فتقريبا منذ سبع سنين موسيقى 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 ولا أظهروا دوهاهم وطرهم 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 ولذلك أظهروا الجنة فيهم بها أخارجون أخوض بالله من الشرق والرحيم من الله من الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى والذيادة ولا يوحق وجوههم طفع ولا دلة ولا أظهروا خلق الله سبع سماوات حذاقا وجعل القمر فيهم نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلس منها سبلا فجاجا قال نوحو الرب إنهم عاصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خفارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن ألا أتفكر ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوش ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تذرن الظالمين إلا ضلالا سيئات أغلقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوحو الرب لا تذر على الأرض من المشافرين ديارا إنك إن تذرني ضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كثيرا ربي اغفر لي ولوالدي والمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تذر الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطرا وأننا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا راصدا وأننا لا ندر أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأننا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا قرائق قلدا ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هن بمؤمنين وما هن بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا يخادعون الله يخادعون الله يخادعون الله يخادعون الله يخادعون الله يخا يخاضي 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 يخاضعون 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 يخاضع كيف تصالح؟ إنه دويا دويا كيف تصالح؟ يخادي دي كيف تصالح ؟ يخادعون 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 الله والذين آمنون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بسم الله الرحمن الرحيم نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر أعوذ بالله من الشيطان الرزيم بسم الله الرحمن الرحيم نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذروا انذرشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن إضلافهم وزحر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما ستسطر بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينطرون أعوذ بالله من الشيطان الرزيم واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون لهن نصرهم لا يستطيعون نصرهم وهن لهم جند محضرون فلا يحذن كفظهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنى خلقناه من نطف فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونفي خلقه قال من يحيي العظام وهي عظيم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو لكل خلق علي في رأيي الفائدة من المشاركة في المسابقات هو أولا أن يتقن الإنسان حفظ كتاب الله تبارك وتعالى وهذا فيه خير كثير وثانيا أن يتعرف على كثير من القراء والمشايخ حول العالم الإسلامي نعم وهذه بركة عظيمة وخير كثير تتعرف على الناس من شتى أنحاء العالم وأيضا من فائدة المشاركة في المسابقات أن تتعرف على الدول وشعوبها أيضا ماشاء الله الله يبقى خير إن شاء الله أعد السؤال لو سمعت لسألك الناس عن الساعة قل إن ما علم أعلم من الله وما نبذيذا عن الساعة تكون قجيلا جيد جيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إن ما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلوا سادتنا وكبراءنا أطعنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كثيرا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُونُوا كَالَّذِينَ آذَوا مُوسَى لا تَقُونُوا كَالَّذِينَ آذَوا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيْهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَبِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقَنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ليعذِّب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله وفوراً رحيماً الله أَقَدْ بَعْثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا أَنْ أَنَّا يَكُولُ لَهُ الْمُلْقُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْ أَعُوبُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَقَالَ لَهُ النَّبِيُّهُ مِنَّ اللَّهَ قَدَ بَعْثَ لَكُلْطَانُّ تَمَلِكًا أَرَدُوا أَنَّا يَكُولُهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُكْتَسَعَ جَنْ مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَقَاهُ عَلَيْكٌ وَزَادَهُ بَثْطَجًا بِالْعِلْمِ وَالْإِذْمُلْكِ وَاللَّهُ يُكْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْجَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْجَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُلْ وَبَقِيَّةٌ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَهُمْ إِنْ كُنْ 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 مُؤْمِنِينَ تَحْمَلُهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَهُمْ كُنْ 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 مُؤْمِنِينَ تَحْمَلَا وَالَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ — وإني جار لكم فلما جراءت البئتان لتصع على عقبيه وقال إني بريء من قلق إني أرى ما لا ترون إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إني أخذي أن تحريق ذلك بما قدمت أيديك كُلْ وَأَنَّ اللَّهُمْ قُلْ قَالَ قَالَ مَتُّ الْأَصْلِ أَمَالَهُمْ وَالْإِظْهَارُ الشَّكْرِ وَقَالَ الأغَّالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ الْنَاتُ وَإِنِّي جَاعُوا لَكُمْ جَاعُوا لَكُمْ جَاعُوا لَكُمْ ها الْإِدَغْرَمُ كَامِنُ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأمرا كافرة يرونهم وأمرا كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعب رجل لبوي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين 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 والقناطير المطنطرة من الزهد والفضة والغير المسومة والغير المسومة والأنعام والحرق ذلك مجاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المهاب النار الصابرين والصادقين والقانتين بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسن الحسن وزيادة ولا يرهق وجوههم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها قالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسن الحسن وزيادة ولا يغهقوا جوههم قجر ولا زلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالقون والذين كسبوا السيئات الصار أمن يملك السمع والأمصار ومن يغرج الحي من الميت ويغرج الميت بسم الله الرحمن الرحيم ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم والذي لا يموت وسبح بحمده وكفابه بذنوب عباده غبيرا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا الاجهام الناقض نذيرا 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 ونمضح ومضح الحواب فلا تطع الكافرين فلا تطع الكافرين 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 الإرهاب لاني القمرية وجاهدهم وجاهد القلقل السورة وجاهدهم به منذ الإخفاء الشفوي جهادا كبيرا جهادا كبيرا جهادا كبيرا الإخفاء الحقيقي بيرا وجاهدهم مد الحواب وهو الذي وهو الذي الإدغام لاني الشمسية مرجى البحران هذا عذب عذب هو الإخفاء الحقيقي ورات وهذا ملغ ملغ مجاجد مد العاجد للسكون ملغ 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 كما يعطيه الهف وجهان بشرا فاجعله بشرا فاجعله الإخفار الحقيقي فاجعله هنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم باسم الله الرحمن الرحيم واذكر الله في أيام محبودا فمن تعجل في يومين بلا لا بسم عليه ومن تأثر ومن تأثر فلا بسم عليه من اتقى واتقوا الله واحجموا أن نقوم من الشيطان ومن الناس من يعجبك ضغطه في الحياة الدنيا ويسرق الله ويسرق الله على ما في قصبه وهو آل القطار يا أيها الشبيرة آمن القرور شكرا باسم الله باسم الله باسم الله باسم الله لطيف هذا كلا جاء باسم الله اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا عليهم وأثابهم فتحا قريبا فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إذ يبايعونك تحت الشجر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت وعلى سوط يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ومثلهم في الإنجيل كزرع نصرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فآزره فاستغلظ فاستوى فآزره فاستغلظ فاستوى فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى فاستغلظ فاستوى كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما مغفرة وأجرا عظيما مغفرة وأجرا عظيما منهم مغفرة وأجرا عظيما آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانة بل يريد الإنسان ليفجر أمامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المثر كلا لا وزر إلى ربك يوم على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح مالعقبه وما أدراك مالعقبه فك رقبه أو إطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه أو مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصده بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أصلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئده إنها عليهم مؤصده في عمد ممدده هذه السور الأربعة هي التي يسميها علماء القراءات بأربع الزهر كما قال الإمام الشاطبي في شاطبيته وبعضهم في الأربع الزهر بس مالا لهم دون نص والسلام عليكم ولا تنسنا في صالح دعائك يا شيخ أمين شيخ عبدالله آدم عثمان السكوي أتينا وإياك إلى ختام لقائنا نريد منك في دقيقتين أن نختم بقراءة مباركة من أحد القراءة الذين يحب أن يقرأ على روايتهم الشيخ عبدالله آدم أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إذ راهيم بالبشر قالوا سلاما قال سلم فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رئي أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفه قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواهم منيب الله يفتح عليك آمن وإياكم هذه برواية من؟ هذه برواية الدوري عن الإمام الكسائي الله يفتح عليك ببرك آمن وإياكم كل الشكر والتقدير لك شيخ عبد الله آدم شكرا جزيلا أشكركم كثيرا على هذه الاستضافة تشرفت بكم يا شيخ والشكر ونصلكم متابعي برنامج حلة الكرامة نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركاته كتاب ربي حلة الكرامة تزدال نورا وكذا مقامة أنعم به من منزل وضيء فهو الهدى لنا والاستقام الاستقاما في حفظه نرق بكل آيا فقرأه دوما وكن مقداما من كل أمصار لنا حفاظه تزينوا بحلة الكرامة الكرامة تزينوا بحلة الكرامة تزينوا بحلة الكرامة الكرامات تزينوا بحلة الكرامة